السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود ربيع. النهاردة نتكلم عن العناية بشجرة الليمون. لو عندك عندك شجرة ليمون ما بتسمرش. لو عندك شجرة ليمون ما بتكبرش. ايه افضل انواع لاشجار الليمون? كمان هنتكلم عن التسميد. هنتكلم عن سبب سقوط تزهير. عنده شجرة كبيرة ما بتسمرش لها تلات سنين. الاول مرة تشوف القناة اشترك وفعل الجرس. ولو عجب في الفيديو دوس لايك وياريت كلنا نشارك الفيديو مع اصدقائنا وصحابنا خلي الكلوز في. اول حاجة العناية بشجرة الليمون حضرتك لو هتشتريها من المشتل لازم تحطها في مكان فيه شمس مباشرة. اقل حاجة تمن ساعات شمس مباشرة كل يوم. يعني في الحاضيك هتحطها في شمس مباشرة. طبعا لازم كمان لو اقوى كمان فيه كمان حاجة لازم تعرفها. لو حضرتك هتروح تشتري من المشتل شجرة لازم تشتريها مطعمة. ليه? لان سبب عدم اصمار الشجرة اللي عنده شجرة لها تلس سنين اربع سنين خمس سنين عشر سنين ما بتسمرش. ده بسبب ان هي مش مطعمة او مركبة. هتروح لما تروح تشتري من المشتل لازم ان تشتريها مطعمة. تاني حاجة لو عندك شجرة لمون ما بتكبرش. انا احب اختصلكم الموضوع كله. لو ما بتكبرش ده طبعا بيحتاج بسبب التسميد. بتحتاج طبعا تسميد عشان تكبر. طبعا عندك الاضاءة كويس عندك الماء كويسة يجباد ده التسميد. بتسمدها كل شهر. باسماد ان بي كي عشرين عشرين عشان يدهن ما هو خضري وتزهير وكمان هتكبر. افضل انواع الليمون لان فيه اه فيه انواع في انواع طبعا بتزهر بتطلع مرتين في السنة. بتطلع في شهر سبعة وفيه النوع التاني بتطلع في شهر واحد او شهر اتنين اللي هو الشتوي اللي هو الطبيعي. ده النوع ده اسمه شجرة الليمون الشهري. لما تروح تشتري يقول له انا عايز شجرة الليمون شهري اللي هي بتصمر مرتين في العام. في شهر سبعة وفي شهر وفي شهر واحد. اهم حاجة كمان نهتم بيها لو انت حبيت يكون عندك سمار زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجة طرق التسميد. التسميد يا جماعة بنحطه في على تلات مراحل للشجرة. بنحطه في شهر فبراير واول مايو واول اغسطس يعني اول في بداية اتنين. شهر اتنين وشهر خمسة وشهر اه تمانية. وده بنحط له في فبرايل ده بنحط له سمات بلدي. في مايو بنسمده بسمات ازوتي. وفي اغسطس ده بنسمده سمات في السوات. او مع التسميد الوراء. طبعا ده كله ده هكلمكم عليه في حالة منفصل عشان انا عايزة اختصر الموضوع. طب لو عندك شجرة لمول الزهر بتاعها بيسقط. يعني انت دلوقتي عندك شجرة لمول الزهر بتاعها بيسقط ده بسبب ايه? السبب الاول ده نقص عناصر للنبات. نقص عناصر للنبات. يعني بتحتاج تسميد انت قللت التسميد عنها. تاني حاجة ده بيكون بسبب آآ سقوط الشجرة. طيب ايه الحل بتاعه? الحل ان انت عادرتك تروح للمحل اي محل بيبيع مبيدات زراعية وقول له انا عايز مسبت زهراء. مسبت زهر. وده رخيص مش غالي. وبتروشه على الظهور لحد ما بتزبط عشان ده ممكن يكون بسبب كمان الهواء بسبب يعني عدة عوامل فاحنا بنروح نجيب له مسبت زهراء وكمان بنسمد. طيب. الراي كل كان طبعا الراي بيختلف من من مدينة او مدينة او من دولة لدولة طبعا مصر غير العراق غير الجزائر غير مواقع العربة السعودية فده على حسب اللي موجود عندها. اهم حاجة فيه كمان فترة صوم لازم ان تعملها شهر فترة شهر ونص لازم ان تصوم النبات. فيه كمان مشكلة كبيرة بتواجهكم هي الحشرات والكبزات حشرة اللي في الصمار اللي بتجي في بتاع اللامونة وبتخليها تدوت ده طبعا ده بتلاقي في الجوافة بتلاقي في المنجا بتلاقي حاجات كتير جدا وده بنروح له اشتري له مبيل مع بعد تزهير قبل ما تكون فيه صمرة بتروح تشتري له وتقول له انا محتاج لحشرة الصمار وده بيديك علاج بيديك دواء وبيديك علاج ترشه على الشجر. ياريت كل الفيديو بتاعجب حضراتكم ما تنساش تدوس لايك وتشير وتشارك